إنه العطر الندي، إنه الزهر الشذي، إنها ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الذي علم المتعلمين، بعث الأمل في قلوب البائسين الهدى الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين لقد تشرفت الأرض بظهوره، واستضاء الكون بنوره إنه أعظم مولود، سيد الوجود، أعظم موجود صلى الله عليه وسلم الصفاه الله رحمة للعالمين، فتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف أذن الله للدنيا أن تتفتح أمام شمس الهدى ومصابيح الإيمان كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيل هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسوله يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل شهر ربيع الأول، شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أشرقت أنواره على الوجود ولد الهدى فاهتزت الدنيا له فرحاً وزالت دولة الإجرام والظلم في ربيع الأنور من عام الفيل شرف الكون بميلاد سيد الخلق وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وضياء كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وأهم حدث في تاريخ البشرية على الإطلاق منذ أن خلق الله تعالى الكون وكأن هذا الكون كان يرتقب قدومه منذ أمد بعيد إن النفوس البشرية بطبيعتها تتعلق بالأيام العظيمة في تاريخ الأمة لذا من واجبنا أن نغتنم هذه المناسبات وأن نكشف حقيقة الإسلام وحقيقة الرسالة بكمالها وشمولها وواقعيتها ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان لقد كانت مكة على موعداً مع حدث عظيم كان له تأثيره في مسيرة البشرية وحياة البشر طوال أربعة عشر قرناً من الزمان وسيظل يشرق بنوره على الكون ويرشد بهداه الحائرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اشتركوا في القناة